شئتم أم أبايتم؟ بين مزاجكم ولا من غير مزاجكم عجبكم الكلام؟ ولا مش عجبكم؟ عجبنا قوي؟ طب صلوا على النبي أنا النهاردة بزداد شباب وبزداد حيوية وبزداد قوة وبزداد صلابة وبزداد إرادة لأن أنا مع أهل الشباب والقوة والحيوية والإرادة والمستقبل والواقع الحالي القادرين على إحداث التغيير القادرين على إحداث التغيير قبل أن أبدأ أعرفكم بنفسي أنا كنت طبيب في يوم الأيام بس ما كنتش طبيب ناجح ولما بدأنا في الإغاثة من 35 سنة ما كنتش بعرف فيها الألف من كوز الدورة عارفين الألف؟ وكوز الدورة؟ شعارف فرق بينهم إيه؟ وبعدين مشينا في طريق ومخدتش تجربة ونجحت فيها من أول مرة أبداً في الجواز اترفضت كتير رأيكم حد يحاود معي مرة تانية؟ لسه موجودين في الزمالة ولا في الدكتوراه بردك سقت في رخصة العربية سقت في إيه تاني سقت في الطب ما جبتش ممتاز وحاجة جبت مقبول وجبت جايب بالعافية بردك سقت كان عندي ملحق في إيه تاني سقت فيه؟ في إيه تاني سقت فيه؟ في إيه تاني سقت فيه؟ تبس جاي ايه تعمل بيه ايه؟ ده الخيارة بتاع تعادل إمامه فدائماً بسط عمري ما نجحت من أول مرة لكن بعد كده بننجح أول حاجة هنتكلم فيها طبعاً المحاضرة التي تأخرت علي فعشان كده وأنا مبارح بعد الساعة مش عارف كام كتبت محاضرة جديدة سأقولها لكم إن شاء الله هي فين؟ ها؟ من أنا؟ أنا إنسان تعرف معنى إنسان؟ معنى إيه؟ إنسان خلق الله للكون قبل أن أخلق ومهد لي سبر الحياة قبل أن أنزل على أرض هذه المعمورة وسخر لي كل المخلوقات وكرمني وشرفني بأن أكون إنسان فأنا إنسان أنا إنسان لا تجعله أحداً يحقر منكم لأن الله كرمنا جميعاً فأنا إنسان أكون كله خلقاً لكي يخدمني خلقاً لكي يخدمني ولم يخلق لكي أخدمه ولكن أعمره والدنيا خلقت لكي تسعى ورائي وأن أسعى في الدنيا لأعمرها ها؟ وإسباب الحق والعدل والحرية والسلام فأنا إنسان بغض النظر عن ديني وعن عرقي وعن خلفيتي وعن مكان ولادة أنا مواطن أمي وردتني في العراق فأصبحت عراقي في مصر فأصبحت مصر في إنجلترا فأصبحت إنجليزي في أمريكا فأصبحت أمريكي ها؟ في السعودية أصبحت سعودي وهكذا فأنا إنسان بمشيئة الله سبحانه وتعالى ثم أنا مواطن ولم يكن ليه اختيار لا في أمي ولا في إنسانياتي واضح؟ لكن إنسانياتي تشمل وتسعى الجميع تشمل وتسعى الجميع تشمل وتسعى الجميع لا تفرق لا تقسم لا تحق لا تشرزم لا تقسي لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون يخدمني فأنا إنسان وأنا مواطن ثم أنا مؤمن هداني الله سبحانه وتعالى فأصبحت مسلما أصبحت مسيحيا أصبحت يهوديا أصبحت درزيا أصبحت كذا أصبحت كذا أصبحت كذا كيف أتعامل بأخلاق مع من حوله وكان خلقوه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض وما أرسلناك إلا رحمة العالمين أخلاق لأنه كان إنسان وكان مواطن وكان مؤمن صلى الله عليه وسلم فكل منا إنسان وكل منا مواطن وكل منا مؤمن لكن علينا أن نعمل سويا شئنا أم أبينا الأمر الثاني أن نعيش دون أن يكون لنا رسالة حذاري أن نعيش دون أن يكون لنا مهمة تنجز هذه الرسالة وحذاري أن نعيش بدون هدف حتى الحيوانات حتى الطيور تعبد الله وما من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم عارفين لهم رسالة وليهم مهمة في الحياة ويشتكون إلى الله عن سوء خلق الإنسان إذا بتعمل يدي مش عارف كده طب أدي حطاف جيبي بقى بس يرجعهم الأول خاص لأن دي لسه في الآخر أنا إيه؟ فأنا ما ينفعش أبدا أبدا أن أعيش بدون رسالة وبدون رؤية وبدون مهمة وبدون هدف ولو خرجنا من الملتقل ده مش متفقين على أن كل واحد فينا لابد أن يعيش رسالته والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أبدا 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 رسالة ومهمة وهدف ورؤية أما الرؤية وهو يستظل في ذل الكعبة المشرفة إني أرى قصورة كسرة وقيسر صح؟ واليمن ورومة إلى آخر رؤية رؤية كيف تعيش من غير رؤية؟ كيف نعيش من غير رؤية؟ الرؤية هي التي تستطيع بها أن تغير حال المجتمع وتغير حال نفسك وتغير حال من حولك وتغير التاريخ وتصنع تاريخا جديدا رسالة رؤية ورسالة ومهمة وهدف ما هو هدف من الحياة؟ واضح شباب ما هو هدف من الحياة؟ أن أحطم كل رقم قياسي أنجز من قبلي في كل تخصص أنا متخصص فيه في كل تخصص أنا متخصص فيه أحطم الأرقام القياسية وأكون أنا محطم الأرقام أبداً 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 الاستنعاج والخنوع والتذلل حقارة وليس إيمان أن أحطم كل الأرقام في العلم في المعرفة في الفقه في الثقافة في كل شيء في الرياضة في الأدب في الشعر في كل شيء أكون محطم لكل هذه الأرقام وأسعى بإيماني وأسعى بوطنيتي وأسعى بإنسانيتي لكن أنا من حطم كل هذه الأرقام من أجل إسعاد الإنسانية لأن أنا إنسان وأنا مواطن وأنا مؤمن واضح ولا مش واضح أنا لا أمزح قد لنلتقي مرة أخرى أبدا أوه تعيشوا دون تحتيم الأرقام في كل مجال من مجالات العمل ومجالات الحياة والمجالات التي يحتاجها الإنسان كل الإنسان في كل مكان وفي كل زمان لكي يكتب عنكم التاريخ ماذا فعل عباس ابن فرناس عندنا في العراق طار ووجع بعض الناس بيقولوا مات بعض الناس بيقولوا جرح أو كسرت عظامه صح والغلط لكنه حاول أن يكون الأول في صناعة علم الطيران أين نحن من أن نكون الأوائل في صناعة الجديد تتفرق منه أبن عباس ابن فرناس آمن بفكرته عنده رسالة عنده مهمة عنده رؤية الوقت تيران بيتل في كل حتة لكن أولها كان عباس ابن فرناس رحمة الله عليه لابد أن أكون محطة من الأرقام وواجه التحديات وأسعى إليها لماذا؟ لأنها ليست من أجلي ولكنها من أجل وطني ومن أجل أمتي ومن أجل ديني ومن أجل مستقبل بشرية جمعاء أو هتفكروا فقط أنكم هتشتغلوا في حارة من حواري العراق أو حواري سوريا أو حواري أي حد أبداً أنت تفكر في حل مشاكل العالم كما كان يفكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حل مشاكل العالم لأن أنت جزء من رسالة المصطفى وأنت جزء من رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يتعلم القراءة والكتابة ولكن كانت رؤيته لكي ينقذ البشرية من كما قالها ربعي ابن عام رضي الله عنهم لقد جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام ما تكلمش عن نفسه ما تكلمش عن قريش ما تكلمش عن مكة ما تكلمش عن عرب ما تكلمش عن العراق ما تكلمش عن سوريا ما تكلمش عن مصر تكلم عن العالم وعن الإنسانية وهو في صدر الإسلام قد لا يكون متخرج من جامعة أو عنده الدكتوراه أو عنده ماجستير زي ما كلكم تسعوا لتحقيقه كل هؤلاء صنعهم الإسلام فهم صنيعة الإسلام وهم صنيعة معلم الإسلام ومعلم البشرية ومعلم الأنسانية الأمن والرخاء والعدل والعدالة والحق والحرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحطم الأرقام ولا أخنع خنونا في صح بالعراق أو بالبشر أو بالأيدي بتقولوا عليه أصبحكم بالخير أصبحكم الله بالخير أصبحكم الله بالخير لازم الخير كده بتبقى الخاه مشى بالعرض وحين أواجه التحديات أكون محسنا في مواجهتي لأن الإحسان صفة من صفات المسلم وصفة من صفات المؤمن كل مؤمن مسلم مسيحي كله لابد أن يحسن العمل لابد أن يحسن العمل بخش في المحاضرة دي ولا أكمل في دي رأيكم أي حاجة بقى قول لي حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك ده الحمك عبد حليم حافظ عرب عبد حليم حافظ بتعرفوش أنت يا أنا حافظ هو عبد حليم إيه هي الوسائل لأن كتبت الكلام ده كله في صباح اليوم تقريبا أو مساء أمس بعد ما روحت يعني وسائل التي أردتها لتحقيق كل هذا أولا الإيمان الإيمان العلم والتعلم معرفة التاريخ وقراءة أحداثه معايشة ذو الخبرة والصلاح والمعرفة خوض التجارب المختلفة التعلم من تجارب الآخرين عدم اليأس عدم اليأس عدم اليأس الصبر العزيمة الإصرار عدم رفع سقف التوقعات لأشياء ما استطيعش أحققها أو ما استطيعش من حول يحققونها أكون واقعيا عمليا بسيطا سهلا وموسلا للأمور أكون عاملا محفزا للآخرين ومنشط لقواهم وشاحزا لهممهم لبعض الوسائل عشان نحقق الكلام أنا قلته في الأول أركز في عملي أركز في عملي أتخصص في عملي يكون لي مرجعية لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم من السبب لا يكون لي مرجعية أكون رجاع دائما أؤمن بالشراكة مع الآخرين الأجيان المختلفة الثقافات المختلفة الأعراق المختلفة الأعراف المختلفة إلى آخرين أتكامل في عملي مع أبناء وطني أتكامل 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 وكلنا الوطن كلنا الوطن وليس جماعتنا أو حزبنا أو تشكلنا أو فقهنا هو الوطن أبدا في خمس أو ستة أو سبع مذاهب ها فقهية الأحناف والملكية والشفعية إمام موسى القازم والإثنى عشرية والحنابلة وهكذا والأبضية والآخر كل هذه المذاهب هي جزء من الإسلام أو جزء من تفسير الإسلام برؤية صاحب العلم الذي حدد هذا الجزء الثقة في النفس ثم خبت كده ثقة في نفسي والثقة تأتي بناء على الإيمان الذي استتبى في قلبي ثقة جزء من الإيمان حسن الظن بالآخرين مش عودة ودود وقل ده أصله كذا أنا بصلي بصة دي بصتلي بصة دي قالت عليك كذا لا حسن الظن سوء الظن هو الحالقة لا تحلق الشعر بل تحلق الدين تجديد النية دائما تجديد النية دائما تجديد النية دائما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى الإخلاص في العمل لمن؟ لله أولا ثم للوطن ثم الخدمة إخواني في الوطن وأخواتي في الوطن والإنسانية وأقرناء ودي واحد وعشرين نقطة أنا كتبتها في الصباح عشان قلت المحاضرة ما جاتش في سؤال واحد من الشباب سألهولي أمس ولا بد أجاوب عليه معذرة أجاوب السؤال الجزء أولا ما هو الدافع الإيجابي للشباب العراق يعني إيه شيء الإيجابي في الشباب العراق الأخ موجود هنا هو اسمه إيه؟ اسمه حاجة كذا اسمه رقوف أحمد فاضل تن رقوف أنت لسته هنا يا رقوف طيب خلاص أولا الإيمان زي ما قلت أؤمن بأننا مواطن عراقي ذو قدرة ومقدرة وعطاء متدفق ومستمر من أجل بناء وطني كلنا مؤمن بديو ألا أنا مستمعكم مواطن عراقي ذو قدرة ومقدرة وعطاء متدفق ومستمر من أجل بناء وطني أو مواطن سوري أو مواطن مصري أو مواطن مغربي إلى آخره أعرف قيمة ثقافة وتاريخ وعقائد وأخلاقيات وطني كيف أكون مواطن ولا أعرف جاري ولا أعرف تاريخي ولا أعرف ثقافتي المتعددة كنت أنا بروح اسمه في بغداد يوم الجمعة ده المتنبي مش موجود في أي دولة عربية انسى حتى هايت بارك والكلام اللي عندنا في لندن ده فانكوش عالفين كفكوشها ليه فانكوش ها لأ لأ حقول لك حاجة صلنا على النبي أنا سأشرح لك الفانكوش هفانكشكو لما فانكشكوش انت معانا ولا معاهم هفانكشنا يا حاج الجمال في الرواية دي ايه التصريح اللي كان أو في السيناريو بقول لك الفانكوش هو ايه قال لك اعمل أي حاجة وسميها فانكوش ده شعب جاهل اشترى شيء مش موجود شعب جاهل اشترى شيء مش موجود فانت اعمله يا حاج مش عارف ايه اي شيء شرب ولا اكل ولا لبس ولا زمارة وسميها ايه فانكوش وده اللي بيحصل دلوقتي مع الاعلام يفانكشونكم فتتفانكشوا والفانكوشة فانكوشا والمتفانكش متفانكشون تفهمتو حاجة ده ده كردي ده بقى ها ان اؤمن باني غني انا غني انا مش فقير وطني اغنى الاوطان فيها مقدرات مش موجودة في اي مكان والذي يقنعك بغير ذلك فهو خائن الوطن انا بقول الكلام ده على مسئلية الخاصة هناك اناس يروجون لنا اننا فقراء لا يمكن ابدا ان يخلق الله سبحانه وتعالى من كرمه ها وجعل كل المخلوقات خادمة له ان يكون فقيرا جاء حزاري ان يقنعكم احد بانكم فقراء وانكم اذلاء وانكم متخلفين ابدا انا غني ووطني غني وتاريخي غني وتخافتي غنية وديني غني وقيمي غنية واخلاقي غنية ودافع مع جميع ابناء من اجل ابناء اركان الوطن كلنا نبني الوطن الوطن مش حيبني بفصيل واحد او بمذهب واحد او بحزب واحد لكن حيبني ب30 مليون او 40 مليون او 50 مليون او 100 مليون او 10 مليون او 5 مليون او نصف مليون فلابد ان نفعل طاقات كل انسان ومواطن داخل الوطن انا اعرف بان بلد العراق مرت بتجارب سيئة في الماضي كتيرة ودمرت لكنها تعافت وبنت حضارات مختلفة فاتعلم من المسالب لابني بها الانجازات اعرف من هو العدو الحقيقي اللي والوطني هو الذي يريد ان يحبتني ويقزمني واجعلني مهمش في هذه الدنيا واول عدو حقيقي الوطني هو انا النفسي الامارة بالسوء قد يكون عدو الحقيقي في داخلي انا ونفس وما سواها فالهمة فجرها وتقواها قد افلح من زكها وقد خاب من دساها اعرف اننا خير خلف في العراق لخير سلف وفي سوريا خير خلف لخير سلف وفي مصر خير خلف خير سلف وفي فلسطين خير خلف وفي كل مكان من الامر العربي وفي العالم فنحن خير خلف لخير سلف اقاوم الاحباط ابني الشراكات اخوذ التجارب ابني التكاملات لصناعة الانجازات بالعمل والجد والاكتهاد والتوكل على الله أستثمر في الشباب أستثمر في الشباب وفي المرأة المرأة نصف المجتمع المرأة هي أمي وهي أختي وهي زوجتي وهي خلتي وهي عمتي وهي جدتي وهي ابنتي مش كده برضك ولا إيه صح ولا غلط فكيف أهنها كيف ألاقى قويها كيف ألاقى أمكنها كيف أسب أمي أو أسب خلتي أو أسب جدتي كيف يبقى الفقه معووج فقه معووج فقه معووج هو الجزء التاني من السؤال مش فاكر هو إيه لكن نخش بقى على إيه المحاضرة أخش على المحاضرة أخش على المحاضرة خش أنت ح الباب طيب بنقل خضرات مش ورشة عمل ها ولا محاضرة أوه وحد يجي يضحك عليكم ويقول لكم أنا لديتكم محاضرة ولا لديتكم ورشة تاني بقى أنا بديت خضراتكم ده فنكوش لكن بنقل بقدرات جزء من المحاضرة اللي هو إيه سوري اللي ورش العمل جزء من المحاضرة جزء من الإيه ورشة عمل جزء من إيه بنقل خضرات بنقل خضرات نعملها إزاي بقى بعد ورشة العمل أعيش مع من عندهم خبرة أتعايش معهم أتعلم من تجاربهم أسمع إليهم ألاحظهم في حياتهم لأنهم أنجزوا وأصبحوا زاوي خبرات معايشة والتعلم من ذوي الخبرة التعلم من العمين داخل مؤسسة نفسها سواء كان هذا العامل يقدم الشاي أو عامل حارس أو عامل ينظف المكان أو رئيس مجلس إدارة أو المدير التنفيذي أو أي حد أتعلم من من أكون معه في أي مكان وفي أي زمان ده بناء قدرات قراءة تجارب النكحة الناس عملوها إزاي عشانها إيه؟ أخدها مرة أخرى أتعلم من الفقراء والمساكين كتير جدا من حلول مشاكلنا عند الأرملة وعند اليتيم وعند الشيخ الكبير وعند الفقير وعند اللاجئ وعند النازح لأنهم أصحاب حاجة فصاحب الحاجة هو الذي يستطيع أن يضع الحل لحل هذه المشكلة ده بناء قدرتي إن أنا مقعد مع أولئي الناس اللي أنا بقول لهم أنا جاي أساعدكم وأنا شجيع السيمة أبو شرب أنا معنديش شانب أبو شانب برديمة زي ما كنا بنغني زي ما نوح صغرين لا اللاجئ ده عنده شيء مش عندي النازحة عندها شيء مش عندي المغتصبة في البصنة اللي كان يتوالى عليها رجال رجال في اليوم الواحد ستة وسبع مرات عندها قصة تحكيها عندها بناء قدرة لك أنت ولك أنت لأنها هي صحبة المال هو صحب المال فلابد حينما نبني القدرات ليس ورشة عمل فقط أو محاضرة فقط أنا أتعلم من زملائي في المؤسسة أو المؤسسة الأخرى العلم ليس حكرا وإن جعلنا العلم حكرا إن كفأنا به العلم زي الماء وزي الهواء كلنا شركاء فيه أنا أرجع نفسي دائما دائما وأنا أستفيد من أخطائي أنا أولا مرة عملت حاجة من أول مرة ونفعت كنت دائما إيه بسأت الحمد لله ما هو دور الإيمان أنا كلمت عن الإيمان كتير قوي قوي مش كده أنا بس هقول دور الإيمان وبعدين هخوش في المحاضرة وحخلص وإيه ومش عارف أقوله تاني يعني طيب أنا كنت جد جدا معاكو شوية الإيمان بيعملنا إيه يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه ده دور الإيمان عدوا على الإيمان بالنواجز عدوا على الإيمان بالنواجز بيرفع مستوى الوعي والمعرفة عندي فرق بينك ومن حد تاني أن أنت شايفة صح هو مش شايفة أو هي مش شايفة يعطينا الحماسة والقوة والقدرة على الاستمرارية يا أخي ده ما بينامش ليه الجدعة ده متحلة عنها بقى عرفتنا من كل كلامك بتيجي البنت ما تنامكيش شفت أنتو جمال سيدنا أو بكر رضي الله عنه لما كان يروح يخبط على يخبط أي ما كانش عنده باب على سيدنا بلال في نص الليل عشان يدعوه للإسلام إيمانه جعله ألا يقدر على النوم ألا يقدر على النوم ألا يقدر على النوم يسهل عين الحصول على الإنجازات يعني حينما يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك أو قلبها فيسر لك الأمر فتنجز ما لا يستيع انجاز الآخرين في السنين الإيمان هم اللي بيرزقنا التواضع وخفض الجناح حب المساكين ومساحبة الأطقياء واكسبنا ثقة الله فينا وحب لنا ومناصراته لإكمال مسيرتنا هذا هو الإيمان الإيمان يدد من ثقة في نفسي وفي من حولي من زملائي وأن يجعلني قادرا على مشاركة معلوماتي ومعرفتي مع الآخرين ده الإيمان خليك تشارك الشيء تنشر الشيء تعلم الشيء توجه الناس والإيمان يجعلني محبوبا بين الآخرين ولا يجعل في قلبي حسد وبغضاء وضغينة ويزيد يقيني بربي والنصر من الله سبحانه وتعالى دي كانت مقدمة أنا أقول تام ما أقولها مبارح وأنا قاعد بعد ما قابلتكم كل الكلام ده اللي أنا قلته ربنا أعطاني القدرة على نكتبه لأن أنتم 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 أو أنتم ولا أنتم وأنتنا أنتنا برضك أنتنا أعرفين الأنتنا الأنتنا أنه يضحك عجبتك قوي يعني دعوان مواصلاته وكان نضحك مسأخر يابني نحن قفلنا نضحك ودخلنا في الدراما بعد ذلك إيه دي آه لا لا هاته هاته قبل دي أيو دي الاتنين دول لابد نحن نحييهم إجلالا أحمد الشيخ هو سوري من إدلب دايما بيساعدني في تحضير المادة العلمية ها وتدعوله لأنني مش عارفين إيه مصير إدلب كل يوم هما في شأن كل يوم على استعداد لو حصل الحرب ما بترحمش حد فاحنا ندعو لأحمد الشيخ صاحب المادة العلمية وعبد الرحمن النحاس هو صاحب المادة إيه إيه إسمها إيه بتاعت العلمية مش فانكوشية بقى الرجل الرجل بقيت لنا بتاعتين ساعة اتنين صباحا مش كده يا ابني ولا ايه اتنين ونص طيب يعني ما نعمش ربالك فجزالة آخر والاتنين شباب زيكم الاتنين شباب زيكم لأفي ورقي هنا الاتنين شباب زيكم وهم في نفس السن في نفس السن بتاعكم وأصغر دعوني قبل ما خش في المحاضرة الدمات قيل الغلام حط بعض تعريفات كده لأن انتو كلكم شباب بسم الله ما شاء الله الغلام هو الصبي من يوم الولادة ها يعني قبل بلغة المراهقة لغاية المراهقة والفتى هو من المراهقة للرجولة مش كده بردك يعني بس لو كنت انا غلطان انتو عندوك سايباوي وعندوك حمراوي ولا خضراوي مش كده بردك حمراوي بردك عندو مين الفراهيدي الفراهيدي طب خلاص على العموم انا ليه حقول الامثلة دي كلها فتى يذكرهم يقال له ابراهيم عندو كم سنة ابراهيم هو فتى كم من 15 الى 20 انهم فتشتهم امنوا بربهم وزدناهم هده خرجوا بدنهم من ملك الدنيا بالرغم انهم كانوا ابناء ملوك كانوا ابناء وجهاء كانوا من الاغنياء انهم فتشتهم امنوا بربهم وزدناهم هده غلام سلط البروج غلام مش فتى يعني سنة مراهقة الذي تحدى الملك ثلاث مرات وقال له انك ما انت بقاتلي ما انت بقاتلي الا اشترت عليه كيف يقتله ان تجمع الناس في سعيد واحد ثم تربطني حول شجرة وتأخذ سهما من كنانتي وترميني به وتقول باسم رب الغلام الملك احمق فقال هذا فامن كل الناس قالوا امننا برب الغلام صح كان غلام وابراهيم كان فتى واهل الكاف كانوا فتش امنوا بربهم صح ولا غلط محمد الفاتح كان عنده 12 سنة لما ابو والله احد الولايات وفتح القسطنطنية وعند 24 اقام 25 سنة كان بدأت قصة الفتح وعن 17 و18 و19 سنة صح يسامة بن زيد كذلك اقل من 20 سنة 17 و18 سنة وكان في الجيش كان قائد الجيش وكان في الجيش مين سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي الى اخره الى اخره عبد الله بن الزبير شهد اليارموك وعمر 14 سنة ها احنا شباب ماذا فعلنا هذا هو التحدي تحدي 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 عبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس بدأ يتعلم من الرسول عليه السلام في سنة الثالثة من عمري ثم بدأ يفتي في سنة الخامسة عشر شفت بقى تعلم في بيت النبوة ثم تعلم في بيت الصحابة ثم تعلم في بيت الأنصار ثم قفت في سنة 15 سنة أنا بس قلت خش المدخل دليل لأنكم شباب وأنا مؤمن بكم وأنا معتمد بعض الله سبحانه وتعالى عليكم جميعا أنكم أصحاب التغيير والتغيير جاي بإذن الله سبحانه وتعالى وهي كبوة لكل المجتمعات كبوة لكل المجتمعات سنستطيع أن نتخطاها ونحدث المعجزات أنا أتكلم كلام مواقعي لماذا؟ لأنه لو قرأنا التاريخ سنجد هديكو قصة كده بسيطة قبل ما أخش في المحاضرة مش عارف حقش فيها ولا لأ كان في يوم من الأيام كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلق كلام إلا بذكر مين النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلي يا جدا صلي أنت مريع كده خلص هتنام ولا إيه ما في كرسيين تانين جبك بأنه نزل من 105 إلى 84 كيلو يعني أيو الله أيو الله لسه كمان خمسة بعد غادل بالتغيير أو بالتغيير إن شاء الله المهم كنت أنا مسؤول في الإغاثة يعني أو بعمل في الإغاثة وجلنا شاب جاله طلب اللي هو رئيس المكتب في بريطانيا إن جامعة برمنجهام كلها تبني مسرح زي ده بالظبط بالظبط زي ده وعايزين على كل كرسي ألفين جنيه ويكتبوا اسم المتبرع فأنا قلت له خذ عشر كلاسي زي العشر كلاسي بالظبط أنتم قعدنا عنهم شايفين دول قالي عشرة تلقوا عشرة كم ده كان في ألفين وربعة أو ألفين وخمس عشين ألف جنيه خلاص هنعمل بالعشرة كلاسي دول يا رجالة ويا أخوات هنحط على كل كرسي اسم عالم من علماء المسلمين الذين أحدثوا تغيرا في العلم وقبلوا بلاءا حسنا ووجعت هذه الأسماء عشر أسماء من العلماء من ابن سينة للفرابي للبيروني لكل أبو القسم الزهراوي من الأندلس إلى آخره خلاص هؤلاء الناس لم يعلموا في كينونة حياتهم أن ستودع أسماءهم داخل مدين برمنجان في كل الطب بعد ألف سنة من موتهم ماتوا أمتى ألف سنة لكن هم العاشر كلاسي دول ها تحمل أسماء هؤلاء الناس فأنا أوردكم كل واحد فيكم ينظر إلى كيف سيذكر اسمه أو اسمها بعد أن ننتقل ننتقل إلى الرفيق العقلة بألف سنة ستكونوا طبيبة ما يعني لا يوجد ألف طبيب مهندس ما يعني مليون مهندس مدرس ما يعني لا يوجد عشر مليون مدرس لكن من سيذكرك أو من سيذكرك بعد ألف سنة أو خمسمائة سنة هو هذا الإيمان سنتحدث عنه وهو هذا التغيير العاشر أسماء الموجودة في كل الطب جامعة برمجام حاليا هي لهؤلاء الناس هي لهؤلاء الناس لم يكون يختلفوا عننا في شيء إلا أنهم حاولوا وحاولوا 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 فأنجزوا لم يوقفهم أحد ساقاهم إيمانهم لكي يذكروا في كتب التاريخ إلى أبد الظهر بإذن الله سبحانه وتعالى شكرنا أحمد الشيخ وشكرنا عبد الرحمن إيه اللي بالصفحة بعد كده يا إبراهيم مين اللي بيعمل أنتو قال فوق فين اللي بتاع فين اللي بيتمشي معك أنت أنا هو فيهم لا علي يسار والعالمين طبعا دي ما عرفش أنتو عايدنا تكلمكم فيها ولا لا كان دي محاضرة لدي عندي من زمان أن الحضارة فكرة أنت معايا أنت أيوة أنت أنت ستنشئ حضارة فكرتك ستكون لإنشاء حضارة مش فكرتك أنك حتشيل حبة الزبالة من الحارة نشيل الزبالة من الحارة ولا نعمل حضارة فلو فكرت أن أنت هتنشئ حضارة هتنشئ حضارة بإذن الله سبحانه وتعالى لو فكرت أنت تبقى دكتور وتعمل عيادة وتجوز وكذا هتبقى دكتور وخلاص لو تفكرت أنك هتبقى دكتور علشان تغير تغير تاريخ الطب هتبقى يبقى هنا المنظومة بتعديه الحضارة فكرة الحضارة إيه الحضارة إيه تبدأ إزاي واحد فيكم عنده فكرة جميلة أول خطوة في الفكرة أن أنا أؤمن بيها أؤمن أنا شخصيا بيها ثم أنادي من حولي من أصدقائي والقريبين مني ليؤمنوا بها ليأكون فريق عمل عشان تحمي الفكرة أو كون فريق عمل لكي نحمي إيه الفكرة الفريق العمل ده بيحول الفكرة إلى مشروع أو مبادرة لو بياخد وقت خلي بالكم التالة كلمات لو توم دول ممكن ياخدوا منكم ستشوى ستشوى ولا سنة مش إلا بس فكرت كده وخلاص لا عشان تقنع من حولك من أقرب الناس لك ممكن تاخد أسابيع عشان تنفذ مشروع أو تأمل مبادرة في الحارة أو في الشارع ممكن تاخد سنة مش سهل الأمر العمل في المجتمع مش عمل سهل عمل صعب وعايز صبر وعايز إصرار وعايز تركيز لبقى أنا أعدت بالفكرة أنا واصحابي آماننا بيها حولناها لمشروع أو مبادرة مشروع نجح حذاري وأنا بقول له حذاري 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 إننا أبدأ في مشروع كبير كبير مش عارف أن أفزه خاصة في المرحلة الأولى أبدأ بالسهل الميسر الواضح الذي يعطي ثماره مباشرة على مستوى حارة على مستوى شارع على مستوى كذا على مستوى فصل دراسي إلى آخر عشان ما نحاولي يرون الإنجاز ويرون المنتج بتاع العمل كل ده بيتكلم مني يخبر مني سنة أو سنة ونص واضح يا شباب لأن أنا إيه بس أنا فكرتي الأولى كيف أنشئ حضارة أنا خلصت ولا إيه أنتوا تعبتوا طب أنا متعبتش بيقول لك العريس العروس العروس العريس والجري المتعيس بريك خفيف بريك خفيف لا لا تكبرك ولا ما بريكش يعني بريك سريع بسيط لا خليك جمهور بريك ثلاث دقائق إلى خمس دقائق عندنا فيديو يعني نشارك الجمهور وبعد مباشرة آه في بديو أنا مش عايزة أتخلى عن الكرسي بتاعي هذا الكرسي كرسي لكم وكانكم مصرح لكم كرسي الرئاسة طحي ترجمة نانسي قنقل